السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وباك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد سلاد ليمون خزو الجازر بورتقال هنا ثلاثة جازرات ونصف كيلو بورتقال طبعاً كم عارفين بورتقال شوية يكون قليل في الصيف مشي بحل فصل الشيتاء غادي دبان نشد هاد جازرات غنبشرهم ولا غنحكم ممكن لها بلاصة شو مكتبول نحكم بايد الحكاكة انتوما تبعوا معايا الطريقة فيديو بسيط ما هاد الصيف شوية ما كنحطوش الأكلات ذوك الأكلات التقال يعني غا شي حاجة خفيفة اللي كنديرو في الصيف شي حاجة خفيفة شي عاصر شي حاجة موما انا فايتا شاركت معاكم العاصر ديال الجازة والحامض والليمون اللي طيبتههم في تنظرات الضغط هاداك عاصر اللي كي خرج كمية كتير زوين هاداك العاصر شاركتو معاكم عاكين في القناة دابا قدرت معاكم شلاذة او صالد ديال الجازر مع الليمون طبعا والحامض احسر الليمون احسر الليمون فبراكتو اجعل المهم ونضيح ونضيف الليمون نضيف ونضيف معاكم بعد اما نضيف جزر نضع عصر الليمون نضع جيدا لتصف شوية نسمتي يكلوش بزاف ديل الماكلة كي يشربوه بزاف غيل ما مع الصد مع الحرارة كنديرو هاد العاصر هدا من امروها بزافة ونضعو الوليدات ونضعو الوليدات مطاقة مطاقة في مرات الريلة مرات الريلة كافية نضعوه في الليل مثلا أو في الصباح مع الفطور أو مع الفطور أو مع وقت الغداء في أي وقت نأخذ هذا الصلاة قبل الماكلة أو لم نرى الماكلة بحال بحال الجزر معروفين للفوائد وليمون وفيتامين سي معروفين للفوائد نشارك معكم هذا الصلاة قديمة قديمة أمنا وعطوها لنا قديمة كانوا يعصوروا الليمون بطريقة هذه طريقة يدوية وكانوا يقوم بحال قديمة عصر الليمون وعصر الليمون وعصر ما عصر تعصر العصر طريقة تقليدية نحصر الليمون و نحضر لي اسميتو ديالو اللي يكون في العظام و ذلك الشي يتصفف هاد العسارة هادي نستعمر هاكا سنكمل سهلة سهلة هاد صالد هادي مكسرقش الوقت مكسرقش الوقت من الخلقات من خلقات التحقيق من الخلقات من خلقات التحقيق من الخلقات ثم هادي الليمون نحصروا على الجزر والبورتوقال نحن ترى من فكرة نحن ننجد سميته لا نضيف السكر لا نضيف السكر لا نضيف السكر لا نضيف السكر ستكون قسلت الفوائد نضيفه الأطفال لا نضيف السكر نضيف ثلاثة يز نضيف الماء المعرجم لنضيف الماء وكذب سنضيف نضيف لنضيف ما نضيفه نضيف الماء مع الليمون نضيف اضيف سوف نزيد فيه مكوين قليل لذلك المكوين يعجبني شخصيا سوف أعطيه مضاق مختالة القرفة كل شيء يعمل في القرفة قليلا قبيسة لدى القرفة سوف نعطيه مضاق كتواتي 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 مع الليمون و مع البرتقال و اخذوك كتواتي جربوها من هذه الطريقة سوف اضطف الكلاجة حتى يبريدو جبدو سوف نزيد جدا و لا نعيش و كما تقليكم ركعت الطاقة سوف نزيد جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة